أنت كنت بتشير يا باشماندس في البداية للعلاقة بين الآلي والدوائر العلمية العالمية حتى أنتوا كنتوا تحرصين على أن النادي الآلي يكون له طلالة على العالم كله من خلال اللجان هنا تختص بالشأن الدولي كان برضو في ملفات كنا شغالين عليها في مجلس الإدارة كان منهم ملف العقات الخارجية فملف العقات الخارجية بالتعامل مع الأندية والهيئات العالمية والرياضية وخلافه فده وقتها كابتن محمود الخطيب أسنده لمهندس خالد مرتاجي كرئيس اللجنة وكان العضوية في اللجنة كنت موجود مع مهندس خالد أنا وكان الدكتورة راني عنوالي فالحمد الله عملنا برضو في شغل على حد ما حاولنا قدر المستطاع دي كانت تزيارة لنا كنا في مؤتمر في مدريد في مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم في مدريد كان نادي الأهلي برضو مدعو للمؤتمر كنت ناوم هادس خالد سافرنا المسل للنادي الأهلي ودي كانت تصدافة من مركة طبعا يعني غنية عن التعريف من أكبر المجلات الرياضية على مستوى العالم والحمد الله يعني ما دخلنا حتى شعار النادي الأهلي حطينه في وسط شعارات انترميدان وريال مدريد والشعارات الأندية الكبرى هناك وبرضو ده الحجم الكبير للنادي الأهلي وبرضو أنا هنا بصراحة يعني يعني مهندس خالد مرتاجي يعني أنا شهدتي في مجروحة لأنه أنا بعتبره أخيك كبير وبعتز جدا دايما لما بيقولوا لي أنت امتداد لي وخالفته والكلام ده طبعا بعتز بيه جدا لأنه أنا مش شخصيات ده إيه الصورة العالمية دي آه ده كان محمد صلاح عزبنا على الغدا بعمد صلاح برضو إحنا مش شخصيات اللي أنا محببة جدا لقلبي والمشرفنا يعني مشرف مصر كلها وفخر المصر كلها عالم كبير قوي بصراحة يعني وقابلنا مرتين والمرتين أنا كنت مع مهندس خالد في مناسبتين مختلفتين في إنجلترا المرة دي فعلا هو كان كنا في الزيارة لإنجلترا اللي بقول حركة عليها لا دي كانت قابل الانتخابات على الفكر كانت قابل 2017 يعني قابل نوفمبر 2017 كانت في شهر اكتوبر وكانت في بدايته بداية انطلاقه هناك يعني كانت بداية أول موسم ليه في الدوري هناك وكان ماشي محق أرقام كبيرة جدا ومهندس خالد كلمه قال له احنا هناك مش عايز أقولك يعني هو مادة برضو حبه واحترامه ومهندس خالد مرتجي يعني جلنا وخدنا ودنا منوعد نتغدى مش عارف فين وكان يعني شخصية في منطقة الاحترام صلاح ومنطقة التركيز وشخصية متاضعة جدا مهندس خالد زي ما بقول لحضرتك هو من الشخصيات اللي ما شاء الله يعني الناس كلها بتحبها في نفس الوقت عنده رؤية للتواصل مع الهيئات العالمية كلها ومؤتمرات بقى مع الاندية مع اللاعبين مع يعني يتلاقي اللي براه يحبوه يحترموه هنا اللي بيحبوه يحترموه فده أنا شفته أنا تعلمته منه كتير في الملف ده يعني الملف ده الحمد لله يعني الحاجات اللي عدنا بنحكي فيها دي والليجة والمؤتمرات والحاجات دي أنا كنت دايما يعني باستفيد منه في الكلام ده وكان البوش دايما بيجي منه هو كرئيس اللاجنة وبيوضع رؤية واستراتيجية مع رئيس النادي ومع مجلس الإدارة في الملف ده ما شوفت حتى لما روحنا هنا مع صلاح كان قابل الانتخابات فبرضو هو أنا صلاح دايما قصة يتقالك هو حلاوي ولا زمالكاوي أنا شخصيا أنا حتى وحنا عديم معا ما سألناهوش انتهي أنا مش مهتأ يعني أنا بالنسبة لي أنا مهتأ من نوع مصري نوع مصري ومشرفنا لكن اللي أنا أقدر أقوله وشوفته أنه دي كانت في اللقاء تاني كان هو عزمنا على مباراة بتاعة ليفربول وروما اللي جاء فيها جورين كان برضو متقلق فكان وشينا حلو عليه في مرتين أقول الحمد لله هو بيحترم النادي أهلي جدا وحب النادي أهلي جدا وبيحترم كابتن خطيب جدا حتى أنا فاكر ساعتها كان بيقول لنا يعني طلق التلقائي منه هو بيحترم كل الناس وكل منافسين فبيقول لنا إيه وانتسخال بيقوله بعد آلنا في الانتخابات فبيقول يعني لو كابتن خطيب ما كسبش مين هيكسب يعني فهو يعني لا هو قال مرة قال لك يعني كابتن خطيب كان واحد من الملهمين لي ايه وهو قال لا يعني لأنه وهو ما كسبش مين هيكسب طيب فلا هو من الناس اللي بس أرجع تاني هو مهندس خالد فعلا في الملف ده أعتقد كمان الكابتن عنده رؤية للفترة اللي جاية في الحتة دي بالذات لأنه عايز يستغل قدرات مهندس خالد في التواصل مع الهيئات العالمية ومع المؤسسات العالمية دي لأن انت مقبل على مرحلة جديدة زي ما نقول كل مرحلة ليها أهدافها وكل وانت بتحدد القوام الأساسي بتاعك على حسب الأهداف يعني من أربع سنين لما اخترت مجموعة معانا مش معنى أن الكابتن مثلا غير بعض العناصر أن هي يعني ممكن تقول لا يعني ناس قدمت كل حاجة للنادي الأهلي وخدمت النادي وما فيش مشكلة لكن هو ليه رؤيته أنه شايف أن الفترة اللي جاية دي محتاجة العناصر اللي موجودة محلية محتاج مهندس خالد في الجزئية بتاعت التواصل مع الهدياء العالمية وخصوصا مع الشركات اللي دي أهل منفتح عليها دي هنتكلم فيها بردو كالقدام كالشق الاستثماري فهو ليه رؤية وإحنا طالما ننصق فيه وارتضينا أنه هو يكون قائد السفينة ورئيس النادي يبقى لازم نديله حرقته والثقة في الاختيارات بتاعته في تنفيذ رؤيته بالضبط